السلام عليكم و أهلين فيكم في فيديو جديد و انطباع ثاني ليس فقط قبل أن تفعل بيتا الأول مرتين نفعل انطباع مرتين انطباعي للمرة الثانية لل اي او اس 14.5 النسخة التجربية الثانية هناك أشياء توم يملاحظها لازم تكلم لكم عنها بأنها بيتا برضو لكن نتكلم لكم عنها الآن و نتمنى قبل تحلها في البيتا الثالث قبل ما تنزل الكل أنا قلت لكم البيتا هذا ما فيها مشاكل كثير أو شيء في الانطباع لها لكن واجهتني مشاكل من أمس بدأت و قلت بما أن أبو لما نزلت نسخة تجربية ثالثة فأتكلم لكم عن المشاكل اللي واجهتني أنا كبداية الفتح عندي لأن الأسبوع اللي راح أول ما نزلت النسخة كنت أنا مش في المنطقة نفسها فأكثر الوقت كانت تبرر و لابس ماسك تفتح بالساعة كويس في البيت الثاني الفتح بالساعة و لابس ماسك ممتازة لكن بدون ماسك تواجهت طلعت أنه في مشاكل فالان أكثر الوقت و أنا ما يقرأ وجهي الفيس اي دي بفتح البنك مثلا أو شيء بفتح الجهاز أحيانا ما يقرأ يقول يدخل رقم السري مش لابس ماسك و لابس الساعة برضه بس ما ما ديش اللي فيه الفيس اي دي صار في خلل عندي أنه ما يقرأ الوجه طفيت الجهاز و شقلته يرجع يتعدل بعدها ساعة ساعتين يرجع يخترب فالان عادي كده بدون ماسك بدون شيء أحيانا ما يفتح كده الآن راح يفتح شيء طبيعي ما أني أتكلم عنه لازم يفتح فمثل ما نشوفه أحيانا ما فتح عندنا المسافة قريبة أنا مش بعيد عنه لكن مثلما ما شفته ما فتح فتح حين مرة ثانية نرجع مرة ثانية نرجع فتح أحيانا ما يفتح خصا يعني ما مش أوكي الآن ما فتح و نفس المسافة فهذه المشكلة أتمنى أبلو تحلها في البيت الثالث ما راح أنتظر أبلو تحلها لازم راح أكتب لها فهل الشيء الحلو أن الأشخاص ما فتحي برضو أوكي يلا لا ما وده أوكي نرجع مرة ثانية أنا ما بيدخل الرقم السري يلا ما وده نرجع مرة ثانية أوه ما قلت في الكنان أنه لازم الرقم السري علشان تفتح فهذه مشكلة من المشاكل مسافة قريبة أنا طبعا لكن ما راح يفتح وحتى لوني ماسكة في إيدي برضو ما يفتح فما راح أنتظر منذ مقتكم راح أكلم قبل في الفيدباك ونشوف إن شاء الله البيت الثاني أتوقع وقت ما ينزل الفيديو هذا لكم يمكن نزلت البيت الثالث غصدي اللي هي بكرة بالنسبة لنا نشوف إن شاء الله الخميس تنزلي إذا بتشوفنا الخميس في الليل ممكن بعد ما تشون فيديو بنص صعب ساعة لنتنزل البيت الثالث إن شاء الله ما تطول أبول إن قراءة الفيس اي دي بدون ماسك شي مهم بالنسبة لي خصوصا أفتح مواقع البنوك بحط في سفاري مثلا الباسورد فيلد أشياء دي لازم مهمة عندي نشوف فهذه المشكلة بالنسبة لي الشبكة ما الشبكة بأنني رجعت في نفس المنطقة ممتازة ما فيها أي شي بار واحد ناقص فهذا المكان المناسب بالنسبة لي أو هذا التغطية بالنسبة لي في الشقة عندي وهذا اللي بيتكلم عن البطارية كيف البطارية وب البطارية شلتها مثل ما نشوف هنا على نقول سبع الصباح وهذا الاستخدام حقه هنا النهار كامل بالنسبة لي من سبع الصباح إلينا الآن أربع ونص سبع ساعات ونص استخدمتها كثير في الوبكس ميتنغ كان عندي ميتنغ كثير هنا بس هذي كل شيئين اللي هو بنشوف هنا مثل ما نشوف ساعتين هنا برضو وساعة هنا ساعة إلا هنا برضو ففي نهاية الفيديو مثل ما قدتكم لا تنسون الاشتراك بالغنس اشتراك وحسابي سناب تشارك في ضغطكم وعمل لك المقطع وليش المقطع ولا تنسون الوضع دعاكم السلام عليكم